هو الظاهرة في الفكر الجهادي كما يصفه أتباعه المنظر العابر من الفكر الأزهري إلى الوسطي فالسلفي الجهادي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الذي أعلنت الولايات المتحدة اغتياله ولد ابن القاهرة عام 1951 لعائلة عريقة مثقفة وهناك درس الطب في جامعة عين شمس فالماجستير قبل أن يحصل على الدكتوراه في باكستان وسطيا نمت أفكاره وتوجهاته الإسلامية في كنف جماعة الإخوان المسلمين ليخوض معها تجربته الأولى في السجن عند سن الخمسة عشرة من عمره ارتبط اسمه لاحقا مع حادثة اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات كأمير لتنظيم الجهاد الإسلامي حيث اعتقل لتتم تبرئته لاحقا من مسؤولية الاختيال لكنه سجن على خلفية حيازة أسلحة خرج من السجن عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ليبدأ محطة جديدة في أفغانستان ضمن ما كان يعرف بالمجاهدين العرب وهناك تعرف على أسامة بن لادن ليصبح بعد ذلك الذراع الأيمان له والرجل الثاني فيما عرف لاحقا بتنظيم القاعدة متصدرا قائمة الإرهاب العالمي سنف الظواهري مع بن لادن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على يمين بن لادن وظلا له وصل الظواهري طريقه حتى اغتيال الأول عام 2011 في قصف أمريكي لقد مضى الشيخ رحمه الله إلى ربه شهيد مات بن لادن إلا أن فكره وحربه حمل لواءها الظواهري لتشهد حقبته تغيرات مفصلية حيث ولد تنظيم الدولة منافسا ثم مناوئا يلحق الظواهري ببن لادن بعد مسيرة طويلة من مواجهة مكان يسميها قوى الاستكبار العالمي رغم الانحسار الكبير لتنظيم القاعدة والتراجع في عملياته وحضوره